تشخيص ومعالجة السكتة الدماغية ووضع إرشادات لجميع الأطباء في السلطنة حول السكتة الدماغية من حيث أسبابها وتشخيصها وعلاجها وطرق الوقاية منها هذه هي محتويات الدليل الإرشادي العماني لعلاج السكتة الدماغية الذي تم تدشينه بوزارة الصحة واستغرقت عملية إعداده وإصداره حوالي العامين مع الأسف الجلد الدماغية هي مرض شائع نظر للتقدم في العمر وعمامل أخرى ولابد أن يحصل المريض على العناية الفائقة المتوفرة على المستوى العالمي الجيد في الدليل الإرشادي أو الإسترشادي إنه مبني على الأدلة والبراهين بعد تجارب في عدة دول سيستفيد طبعا المقدمون الخدمة في البداية ومن ثم المريض ونعمل أن يطبق الدليل هذا في كافة مستشفيات السلطنة إن شاء الله هذا الدليل سيكون بالنسبة للمراجع الصحية في السلطنة من أطباء ومرضات وصيادلة مرجع لهم ليؤسسوا لمعارجة السكتة الدماغية على أجلس علمية صحيحة تعتمد على الأدلة والبراهين والذي سينعكس لاحقا على الرعاية السكتة الدماغية في السلطنة جميعا الدليل الذي أشرف عليه فريق عمل مشترك بين طباء من المستشفى السلطاني وطباء من الكلية الملكية البريطانية ينقسم إلى أربعة فصول يعنى الفصل الأول بالبرامج المتعلقة بالسكتة بينما يتناول الفصل الثاني علاج السكتة وقت حدوثها فيما يتطرق الفصل الثالث إلى أساليب وطرق الوقاية منها ويستعرض الفصل الرابع طرق التاهيل للمرضى بعد تلقيهم العلاج باتباع هذه الإرشادات المبنية على الدراسات العلمية من مختلف أنحاء العالم ستساعدنا في تطوير العلاج المتوفر حاليا بالنسبة لعلاج السكتة الدماغية دليل إرشادي آخر تم تتشيونه لمرض من الأمراض في غاية الأهمية والخطورة يضاف إلى العديد من الأدلة التي دشنت في الأعوام الماضية ومنها دليل السكري لتلفزون سلطنة عمان عبدالله بن خلفان الرمضاني مصقا